وإذا أميكم لعلى هدنه لضلال مبين قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعمدون قل يجمع بيننا ربنا هم يفتح بيننا بالحق وهو البتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم بشركاءك لا بل هم الله العزيز الحكيم وما أغسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم هي عاد يوم لا تستاخنوا معه ساعة ولا تستقدمون وقال الذين كبروا لنؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه فلو تلائد الظالمون موقعون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعضهم القوون يقول الذين استدعوه للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استدعوه أنحن صددناكم على الرجل بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استدعوه للذين استدعوه بل نكر الديل والناديل تامرون لأ أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأولاد في أعلاق الذين كبروا هل يجزون إلا ما كانوا نعملون وما أرسلنا بقرية من نذير إلا قالوا اتعبوا وإنا بما أرسلتم بي كارغون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي نرسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندما زرها إلا من أمن وعمل صالحا وأولئك لهم جزاء اضع لما عدلوا وهم للغروهات آمنون والذين يسعون بآياتنا معاجزين أولئك بالعذاب محضرون قل إن ربي يقصد الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أرغب من شيء وهو يخلفه وهو خير وازغين ويوم نحشرهم جميعا ونقول للملاثكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونه بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يبرق بعضكم لبعض نفع ولا ضر ونقول للذين ولم ذوقوا حذاب النير الذي كنتم لها تكذبون فإذا تتنا عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفكم مفترح وقال الذين كبروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وما آتيناهم من كتب يدرسنا وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبل وما بلغوا معشا وما آتيناهم فكلبوا رسل فكير كان نكير قل إنما أعبكم بواحدة أن تقوموا لله مثلا وبرادا ثم تتذكروا ما بصاحبكم من جنة إنه إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سألتكم من جنة هو لكم إن جنة إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقضر بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن ضللت وإنما أضل على نفسي وإن اهتديت لما يحيي إلي ربي إنه سميع قريب ولو سلائل فتحوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب فقالوا آمنا له وأن لهم التناوش من مكان بعيد وقد كبروا به من قبل ويقرفون بالغير من مكان بعيد وحيق بينهم وبين ما يشتغون كما بعد بأشيائهم من قبل إنهم كانوا بشك مريب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله غاضر السماوات والأرض جاعد الملائكة رسلني أجهحة مثلا وذلال ورباع يزيد للخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة ولا ممسك لها وما يمسك ولا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هد من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا يا إلا هو فأنا تبقون وإن يكذبوك وقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع دمور يا أيها الناس وإن رعد الله حق فلا تغرن لكم الحياة الدنيا ولا يغرن لكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو واتخذوه عدو إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كبروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأدو كبير أفمن زين له سوء عمله لبقاه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليه الحسرات إن الله عليم بما يصنعون والله الذي أرسل الرياحة وتذيره سحابا وسقناه إلى بلد ميت وأحرنا به الأرض بعد موتها فذلك النشور إن كان يريد الحزة ولله الحزة جميعا إليه يصعد الكلمة الضيب والعمل الصالح يربعه والذين ينكرون السيئات لهم عذاب شديد ومثل أولئك ويبون والله خلقكم من تراب ثم من نقلة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من الله ولا تضع إلا بعمه وما يعمر من معمل ولا ينقص من عمره إلا بكتار إن ذلك على الله يسير وما يستهل البحران هذا عذب مرات سادر شرابه وهذا مرح مجاج ومن كل تأكلون لحبا طديا وتستخرجون حية تلبسونها وتغلق الكبير مواقع لتبتعوا من غضره ونحن لكم تشكرون يولد الليل في النار ويولد النار في الليل وزخر الشمس والقمر كل يجري لأجل المسمى فالكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من جونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوه استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبذك بذل خبير يا أيها الناس أنتم الوقراء لله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذلكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر آسرة نزر أخرى وإن تدعو مذقلة لها حمدها لا يحمل منه شيء ولو كان لا قلبها إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى لإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستغي لعنى والغصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستغي لحياء ولا نوات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن بعمة إلا خلابها نذير وإن يكلبك وقد كلمت نذير من قبلهم جاءتهم رسل بالمينات وبالزور وبالكتاب المذير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ألم تر أن الله أنزل من السماء ما أخرجنا به لمرات مختلفة ألوانها ومن الجبال جلد بيض وحمر مختلفة ألوانها وغرابي بسور ومن الناس والدواب والنعام مختلفة ألوانه كذلك إن ما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز وغرور إن الذين يتعون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأمذقوا مما رزقناهم سرا وعلا يرزون تدارة لن تقرأ لوفيه أجورا ويسيدا من وضره إنه وضر شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب والحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده أخذهم مصير ثم عورتنا الكتاب الذي نصطلينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصر ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو البضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من سابقا إلا من وجودها ولباس بها حليم وقالوا الحمد لله الذي أذهب عن الحذر إن ربنا لغضور شكور الذي أحلنا دار المقاربة من غضره لا يمسنا بيها نصبا ولا يمسنا بيها لغور والذين كبروا لهم نار جنبنا لقب عليهم فلموتوا ولا يخفض عنهم من العذابية فذلك نجزي كل كبور وهم يصطرخون بها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعملكم ما يتذكر به من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير إن الله عالم غير السماء ويسبر الأرض إنهم عليهم بذات الصدور هو الذي جعلكم خلائف فمن كبرب عليه كهوه ولا يزيد الكاملين كفرهم عند ربهم إلا مقتى ولا يزيد الكاملين كفرهم إلا خسار قل رأيتم شركاءكم الذين تلعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أمنهم شركوا للسماوات أما جيناهم كتابا لهم على فيلات منه لليعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زادتا لنمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غرورا وأخسموا بالله جاد أيمانهم لئن جاءهم نذير لا يكونوا من أجل منه جدوا ولما جاءهم نذير ما زادهم إلا نهورا باستكبارا للأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء بالله بآله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجل لسنة الله تبديلا ولن تجل لسنة الله تحميلا فولم يسيروا للأرض وينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزهم من شيء للسماوات ولا للأرض إنه كان عليما قليلا ولو يؤخروا الله الناس بما كسبوا ما ترك على رهرها من دافة ولكن يؤخرهم موت إلى أجل مسمئ فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعلاجه وصلهم باسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنزل قوما ما أنزل آباؤهم فهم آهلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا ذي أعلاقهم أولا لنهي إلى الأوقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدًا ومن خلقهم سدًا ورشيناهم لهم لا يبصرون وسواء عليهم أن يبصرهم أم لم تنظرهم لا يؤمنون إنما تنظر من اتبع الذكر وخشير الرحمن بالغيب لبشره بمعظرة وأجل كريم إنا نحن نحيي الموتى ويكتب ما قدموا وآلارهم وكل شيء نحصيناه لإمام مبين واضرب لهم نذل أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم وذنين مكلبون فعزلنا بذار ذنبا قالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مذننا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم لا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم مرسلون وما عدوا علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطير ما بكم لإلا تنتهون لنرجمن لكم وليمسنكم منا على مدنين قالوا طائركم معكم أن ذكرتم بل أنتم قوم مسرمون وجاء من أحصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا الرسلين اتبعوا من لا يسعلكم أدعوا وهم وثدون وما لي لا أعبد الذين طردوا إليه توجعون أتخذ من دونه آلهتني يردني الرحمن بذرم لا تغني عني شباعتهم شيئا ولا ينقذون إني إلى الذي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما وبر لربي وجعلني من المقرمين في يدي كتاب الله للحق المهتدون في يدي كمه إلى جميل الهداية في يدي كتاب الله للحق المهتدون في يدي كتاب الله للحق المهتدون بسم الله الرحمن الرحيم الحديث عن عبد العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم الصراط الليلة العمت عليم غير الغضوب عليم ولا الضالين ومن يقلت من كل لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتيا أجرى مرتين وأعتلنا لها بسقا كريما يا لساء النبي لستمت أحد من النساء إن اتقيت فلا تخضعن بالقول ويضرع الذي بقلبه مرض وقلن قولا معه وهو قرنبي بيوتكم ولا تبرج لتبرج الجاية يجلون وأعطمنا الصراط وآتنا الزكاة وأطمنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم رجز أهل البيت ويظهركم تطهيرا فالكرن ما يتناهي بيوتكم من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيغا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافرين أفعودهم والحافرات ولكن الله كذباً والذاكرات أعد الله لهم أغذرة وأجرى العظيمة وما كان لؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر إن تكون لهم الخيارة بالأمر ومن يعص الله ورسوله فقد ظل ضلال مبين وإن تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي لي أفسك ما الله أبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشيه فلما قطي زيد منها وطرن ثم وجنك هاركي لا يكون على المؤمنين أحرجوا في أزواج أدعيائهم إذا قطوا منهم وطرن وكان أمر الله وفعولا ما كان على النبي من حرج من ما ورض الله به سنة الله جريم خلو من قبل وكان أمر الله قدر من قدر والذي لا يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشونه أحدا إلا الله وكذب الله حسيبا ما كان محمد لما أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي وكان الله بكل شيء علينا يا أيها الذين ملقوا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصلنا هو الذي يصلي عليكم وملائكة ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحية يوم يلقونه سلام وعجدهم حجرا كريما يا أيها النبي وإنا أرسلناك شاهدا ومغشرا ودليرا وداعيا للله بإذنه وسعاجا منيرا وغش بالمؤمنين بأمن لهم من الله بطلا كبيرا ولا تطعي كابرين والمنابقين ودعا لهم وتوكل على الله وكذا بالله وكينا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تبسلون وما لكم عليهم من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن وسراحا جميلة يا أيها النبي وقبل أن نفسها للنبي إن رأى ذا النبي وإن يستنقحا خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما غرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكة إيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله رفورا رحيم ترجي من تشاء ومن تشاء ومن تشاء ومن تشاء ومن ابتغيت مني عزلت ولا جماح عليك ذلك أدري أن تقرى عينهن ولا يحزن ولا يحزن ولا يرضين بما آتيتهن كلهم والله يعلم ما في قلوبهم وكان الله عليما حليما لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواجه ولا وعجبك حسنهن إلا ما ملكة يمين فكان الله على كل شيء رقيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير نظيم إليه ولكن إذا دعيتم ندخلوا إذا طعيتم ننتشروا ولا مستانسين لحليث إن ذلك كان يولي النبي أما يستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتم هلما متاعا أسألوا من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقدروا منهم وما كان لكم أن تدروا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلك كان عند الله عظيم إن تبدو شيئا أو تخفوه إن الله كان بكل شيء عليم لا جناح عليه النبي يا أبائه ولا أبنائه ولا إخوانه ولا أبنائه إخوانه ولا أبنائه أخواته ولا نسائه ولا ما برك تيمانه واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسريما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله للدنيا والأخلت وأعد لهم عذابا مهنا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات الغير ما اكتسموا وقد احتملوا مهتالا وإذما مبين يا أيها النبي أقول لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدرين عليهم من جلابي ذلك أدل لا أجعوا عرض ولا يوذين فكان الله وهو رحيم لإن لم ينتهي المنافقون والذيل بإقصروا في المرض والوجهون في المدينة لذور لنكبير لما لا يجابر لك لها إلا قليلا مدعونين أينما ذقبوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله بالذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قبيلا إن الله على الكاملين وعد لهم سعير وخالدين بها أبدا لا يجدون وذيا ولا نصير فهم تقلبوا جهورنا ليقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول فقالوا ربنا إنا أطعنا سالتنا وكبر أطعنا أطلون السبيل قبل آسهم بعضين من العذاب والعلم لعلم كثير يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسيقا فرأوا الله مما قالوا فكان من الله رزيلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقل قولا سجيدا يصلح لكم أعمالكم ويغضر لكم ذنوبكم وغيض الله ورسوله وقد آذوا عظيم إنا عرضنا نمالة على السماوات والأرض والجبال لأبين لأبين أن يحملها وعشرق منها وحمل الإنسان إنه كان ظنوما جهودا ليعذب الله المنابقين والمنابقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله وضوءا رحيم باسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما بالسماوات وما بالأرض وهو الحمد للآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما ينجه الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج بها وهو الرحيم الوظور وقال الذين كفروا لا تأتي من الساعة قل بلغ ربي لتأتي أنكم عادم الغيب لا يعزم عنهم القلبة من السماوات ولا بالأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا لكتاب مذين لإجزئ الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم أغربة ورزق كريم والذين تعودين آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز نليم ويغنز لأوت العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق والذين إلى صراط العزيز الحبيب وقال الذين كبروا أن ندلكم على رجل ينبعكم إذا مزق كله مزق إنكم لفي خلق الجديد فاستهل على الله كذبا به جنة وللذين لا يؤمنون بالآخرة بالعذاب والضلال البعيد أولم جرعنا ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن شاء نخسر به الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب ونقد آتينا داود منا وضلينا جبال أو ربيب عنه الطير وأللنا له الحديد عنهم السابقات وقت بالسر وأعملوا صالحا إني بما تعمل لقصير وإسليمان ريح ودوها شر ورواح وشهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربيه ومن يزغ منهم عنمين نزقون العذاب السعيد أعملون لما يشاء من محائم وتماغل وجهان كالجواب وخدور الراسلات أعملوا أهل داود شكرا وقليل من عباد الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موت إلا دابة الأرض تأكل من سادة فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيظ ما تبدو بالعلاب المهين لقد كان لسبع مساكن مؤاية جنتا لعيمين وشمال كنوا من رذق ربكم واشكرونه بلدة ضيبة ورب وغفور وأعرضوا وأرسلنا عليهم سيد العلم وبدلنا بجنتين جنتين لما تيكل خلق وأبن وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كبروا وهل يجاز إلا الكبر وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا بيها قرى ضائرة وقدرنا بها السير سيدوا هي ليالي وأيام هامين فقالوا ربنا باعث بين أسرنا وظلموا وأرسل وزعلناهم أحاديث ومزقناهم كلهم مزق إن في ذلك لآيات لكل صبر شكور ويقل صدق عليهم إبليس أنهم اتبعوا إذا بريقا من المؤمنين وما كان له علي من سلطان الله أعلى من يؤمن في آخية من هو من هذه شك وربك على كل شيء حبيب قل دع الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مقال الله من السماوات ولا في الأرض وما لهم من إمام شر وما لهم من غير ولا تنبعوا الشماعة عنده إلا لمن دينه حتى إله ازع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزع من السماوات ولا اغذق لله وإلا ألياكم لعلى هدنا وضلال مذن قل لا تسعنون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم ارتح بيننا بالحق وهو البتاء العليم اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة